السلام عليكم مرحبا بكم في مطبخي نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم وصفاتي اللي نقدملكم فيها اليوم جبت لكم حلوة معسلة جديدة رايعة اللي هي ضافرة اولى ترس تقنية هجد بسيطة نتمنى انكم تتبعوني في طريقة تتحذير تحط اذا ندعو على بركتي الله بالنسبة الادوات اللي هنحتاجوه معانا اليوم اول حاجة اللي هي لفاقص لفاقص تعيي عفوا انا هنا استخدمت 3 كيلة من اللوز و كيلة من الجوز درت لهم القرفة و درت لهم كيلة من السكر نعم و بلتهم بمزهر سبق لي وحذرت معاكم العجينة تاعي انا هنا استخدمت لكم الوان عدة الوان اللي تقدروا تستخدموها ولكن انا اليوم احنا نستخدم معاكم الزرقاء والبيضاء نستخدمه على الوروجة اما باقي الادوات نحتاج الى بيض بيض فرشات سكين نحتاج الى انشاء والحاجة المهمة عندنا اليوم اللي هي اساس هذا الحلوان اللي هي المسطرة تقدروا تجيبوها حتى من عند الاطفال تاعكم ولكن انا هذي استخدم الكبيرة بالنسبة للعجينة رح نضع لكم الوصفة في صندوق الوسط طبعا اني استعملتها معاكم في ورود الرابيع المعسلة لكن شفتوها اللي هي هذيك المربعات بالنسبة لللي قالوا لي باللي نقدروا نديروا اي بات احنا مول في نجربوها طبعا تقدري تستخدمي اي عجينة كنتي يعني خدمتي بها من قبل الحلويات معسلة اول حاجة نديروها هنا انا فتحت كما كنتوا تشوفوا لبات تاعي يعني طوليا يعني نديروها طول بالعرض يعني في قلة فتاع الرشتة نحلوها في رقم اثنين يعني نحلوها مرتين قبل حتى ماصل الى رقم اثنين نحط البيضاء ونزيد نحط الزرقاء معاها ثاني حاجة قدرتها اني نحيت هذاك الزيت بالسكين باش نحصل فقط على اطراف يعني مستقيمة حاجة المهمة الان هنا تبعوني اننا راح نلسقوا القطعة الاولى مع القطعة الثانية اذا راح نطلق كما نقولوا بالفرشتة تعنا وبيض البيض قيس 2 سنتيمتر فقط اه هنا اذا كنت راح يعني تصنع الحباتك تكون كبيرة تقدري تديري حتى ثلاثة ولكن هنا ما ننصحكش انك فقط تحطي العجينة الزرقاء فوق البيضاء اقول للعكس تقدري تبدلي بنسبة واحد سنتيم فقط لانه القاعدة مبعد تعلقات وراح تقولي جينار جيجا مايجيش ملاح وراح يتحرق لك يعني في ساع في الفرن انا ننصحكم دايما تديروا القاعدة من بين اثنين سنتيم الى ثلاثة سنتيم واللي بغا تديرها كثر على حسب الحجم تاع الحبه هي حره ثاني حاجة ننصحكم بها انكم لما تكونوا في هاد المرحلة لازم تكثروا ان شاء لانه اه بعد حنحطوا هداك الحش وتاحها وراح نضغط ولما نضغط لو كان يكون ما كانش القدر الكافي من النشاء راح تلسقنا العجينة بتاعنا وما نقدرش نهزو الحبه تعلقاتو ويروح لنا العجينة تروح هاداك كامل للجهد تاعنا حاجة الاخرى اللي راح ننتقلو لها هي المقاييس اذا ننتي لنا اذا حبيتي تديريها طوليا يعني الى ثلاثة تديريها على شكل اصابع راح تنقصي كما نقولو كما كنتوا تشوفوا فيا ما تدريها بالعرض اللي درت انا ولكن تنقصيها ولكن انا اليوم راح نقدمها شوية عريضة لهذا نخلي للعرض هذا كما بغيت انا ثاني حاجة منورة هاد القياسات هي هاد لافاقص لافاقص ديجا خدمتها معاكم كما قلت لكم بك نحط لكم طريقة تحها في في صندوق الوصف سبق لي وحذرتها معاكم باللوز اني قلت لكم باللي هذي حذرتها فقط بالجوز لهذا اللون تحها شوية يعني غامق ما هو شكيمة وما فانخدم معاكم مبلوز اه مبلوها طبعا ونبعد نخليوها ترتاح لما نبلوها شوية جارية ولما هي تريح شوية راح تبدأ تشد اه تشد دروحها باش تعطينا يعني الطوع باش كنعودو نخدمو فيها تعطينا الطوع انا راح نديرها كاملة لشكل حربوش كما راكم تشوفوا كل الجوز دايما ما يمدش الطوع في خاصة في لما نديروه في الحلويات ولكن كي تكون الحلوة تعنا او اللا فارس تعنا مرتحة مليح تساعدنا نديروه حربوش كامل بهالطريقة ونروح البلاسة هذيك يعني المن يعني المنطقة للسقط فيها العجينة البيضة والعجينة الزرقة راح ندهنها بشوية بيض البيض لذلك بيض البيض هنا مهم في الوصفة وراح يعني ناخذ هذيك الحربوش اللي درت غير بالعقل كي ما كنتشوفو حتى نحطو في الوسط بعد ما نحطو في الوسط راح نستخدم اثنين اصعب عطاعة كي ما كنتشوفو ونحاول في هالطريقة نعطي له شكل مستطيل طويل يعني ما نخلي وهش بومبي ولكن نرضو له السطح تاوه املس بعد ما نديرو هاد الخطوة نزيدوه نملسوه بالسكين السكين هنا كذلك مهم جدا في هاذ الحلوة وننتقل للمرحلة الاساسية الهنا اللي هي تاها الحلوة اللي هي حنستخدمو فيها السكين ونستخدمو فيها المستارة اذا شوفو هنا المستارة اللي واش نحتاجها نحتاجها فقط لقياسات هذو كل يعني الجوانب بتاع الظفيرة انا احنا راح نعطي لكم كيفاشاني ندير نقيس واحد سنتيم كي ما راكوا تشوفو باش كامل الظفيرة جي عندها نفس الشكل ونفس الحجم ونروح نقطع شرائط شرائط اذا من نهاية هذا الحربوش الى غاية نهاية العجينة اذا سهلة ورائعة نكملها كامل قطعت هنا الزرقة وزدت قطعت كذلك البيضاء الحاجة اللي راح نديرها الان هي نعاود ندير بيض البيض للحربوش تاعي ونروح نبدو الحلوة بتاعنا اذا هنا فقط تركزوا معايا ناخذ واحدة شاريت من الابيض شاريت من الازرق شاريت من الابيض وشاريت كذلك من الجهة الزرقاء اذا شفتوا باللي الاشرة تاعكم الشوية طويلة كما تعي انا الهناية تقدرو نحيوهم باستعمال اليد ولا باستعمال السكين ونكملوا بهالطريقة يعني مكو مش هتقلقو منو هذي لقاتو يعني نديري راكم تديرو في وين تخاس بهال الشكل هاهي ونكملوها من فرو جهة بيضاء جهة زرقاء جهة بيضاء جهة زرقاء حتى نكمل كامل الزفيرة بهالطريقة اذا انا نقريب نخلصها كامل اذا ما تخافوش من الشكل تاع الزفيرة في الاول دايما في الاول ما تكونش راح تلقاو يعني راح تلقاو شوية صعوبات فيها ولكن يعني غير تفوتوا الى عشر اشريطة يعني الزفيرة راح يعني راح تتسجم وحدها وحدها كي ما نقولو احنا اذا ما تخافوش دايما في البداية راح يعني تتعواجلكم شوية ولكن بعد تكمل اذا انا هنا هانيكملتها كاملة خليها راح نسجم بالسكين شفتوا هذوك الحواف لكم تشوفو فيهم شوفو راني ندخل فيهم باستعمال السكين مانيش نستخدم في الجيهة الحادة ولكن قلبت السكين على الجيهة تاعو الاخرى وراني ندخل في هذك الزوائد تاعي بعد ما نريقلوها ونسجموها راح نروحو للحاجة المهمة الان شوفوها كيفاش هنا عن قرب راح نروحو باش نقطعوها كيما تحبوه طويلة تحبوه صغيرة ولكن انا هنا نستخدم دائما المسترة ندير فيهم اربعة سنتيم ونقطع الحبات تاعي بهذا الشكل انا راح نقطعها كامل هذلات ثلاثة الحاجة اللي مليحة فيها انكم وين تديرو ثلاثة طويلة تعطيكم حبات اكثر يعني كتديرو خمسة تاع ظافرة تحت تعطيكم حتى الامية تحبة لو كان الحبة تمدلنا عشرين راح نقطعهم ونبيتهم ونخليهم على الاقل ست ساعات نطيبهم ونعسلهم بعد ما يطيبوا ويتعسلوا اذا نشوفو هناك فاشن نسجن فيها فقط بيدي بعد ما يطيبوا ويتعسلوا ونشحروهم مرتين كيما عودتكم وفهمتكم ان نطيبوا ان نعسلهم مرتين العسل الاول لازم يكون خفيف والثاني نديروه ثقيل باش يعني يحكم هديك اللمعة ونقدموهم زينوهم بشوية تاع لباغل ولا بشوية تاع لبايت انا اختصرت كامل هادو اللي اني ورده لكم من قبل ونروحوا لسحن التقدم اذا هاي اللي كذفالة انا شوفوك فاش جيها يلات جرايعة تشاهي الحاجة المليحة في الحلويات المعسلة انها مهما طال مدة تاحها ماهيش راح تفضلنا دايما مجرد انها شوية عسلوها وهي ترجع كما كانت ان شاء الله ياربي تكون هاد الوصفة نالت اعجابكم وان شاء الله نكون تاني كنت خفيفة عليكم مازال عندنا حلويات وحويش بزاف نديروه مع بعضنا اذا يمكن تمنى انكم تبرتجوا الفيديو ماكسيموم تشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس الى اللقاء